والاختيار بالمناسبة أظن بأنه كان صائبا اختيار هذا اللي تكون عاصمة العروس المتوسط والألعاب البحر المتوسط لم يأتي من فراغ بالأتاء من فكرة عميقة جدا وإن شاء الله سيكون ذلك من خلال إنجاح هذه الألعاب ولنضع المشاهد في الصورة جمال أن الألعاب المتوسطية هي تقارن بالألعاب الأولمبية عادة بالضبط لأنه تقريبا في هذه الأشياء أو القوانين الأولمبية تقريبا تنطبق على نفس القوانين لعاب البحر المتوسط ولكن فيها بعض الرياضات التي هي بوجودة حتى أحيانا حتى أحيانا اللعب الملعب جمال إذن في هذه الأثناء يصل الوفد الرئاسي الذي كان قد جاب شوائع رئيس فوهران بمكان الملعب الأولمبي بالمركب الأولمبي بيلود هدفي إذن يصل في هذه الأثناء الموكب الرئاسي المقل لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رفقة ضيف الجزائر أمير دولة قطر إلى ملعب الافتتاح ميلود هدفي بالمركب الرياضي إذن ميلود هدفي هذه الجوهرة الرياضية بانفياس تبعونا هذا البث في هذه الأثناء إذن يصل الموكب الرئاسي صور حية ومباشرة لوصول الموكب الرئاسي لملعب الافتتاح المركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران هي صور مباشرة وحية يصل الموكب الرئاسي لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رفقة ضيف شرف ضيف الجزائر أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تمام بن حمد آل ثاني ضيف شرف هذه الطبعة في حفلة افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط صور مباشرة وحية تتابعونها في هذه الأثناء الجزائر التي نظمت هذه الألعاب عام 1975 لن تعجز اليوم عن تنظيم طبعة ناجحة وتظاهر تليق بمقام الجزائر البلد القارة إليك جمال ليست قادرة الجزائر قادرة تاريخ يشهد على ذلك وطبعا ها هي الصورة واضحة رئيسان سيد الرئيس مع ضيفي الشرف أمير دولة قطر ينتقل إلى الملعب في بهو الدخول إلى الملعب الجوهراء ملود هدفي طبعا لإعطاء إشارة انتلاق الرسمي لألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسختها التاسعة عشر التي تحتضنها الباهيوهران تحمل في أعماقها الكثير علما نذكر الجمهور بأننا سنتابع هذا الحفل مباشرة على قنوات تليفزيون الجزائري نعم وهو كذلك